ثم كذلك أن هناك تطورات على المستوى كذلك المنطقة برمتها نلاحظ بأن اليوم الوضع في منطقة شمال إفريقية مضطاربة كثيرا السودان تعيشت اضطرابات كبيرة الدول المحادية للجزائر دول الساحل إفريق وجنب الصحراء تعيشت اضطرابات كبيرة ربما باستثناء المملكة المغربية التي لها تاريخ مشترك مع الجزائر التي هي في استقرار والإشارة بأن الشعب المغربي دائما كان بجانب الشعب الجزائري في مقاومة الاستعمار من خلال تورة الأمير عبدالقادر ومجموعة ميناء المؤامرة التي تعرض لها الشعب الجزائري كانت الشعب المغربي دائما يقف جانبا إلى الشعب الجزائري وهو عندما نراحل تفاعلات للصحافة المغربية مع هذه التطورات للحراك ومع حراك المجتمع الجزائري نرى بأن الشعب المغربي يتمنى كل الخير للجزائر في استقرار ثم كذلك أن تمر الجزائر من هذه المرحلة الانتقالية السياسية إلى بر الأمن على الاعتبار أن المنطقة برماتها خاصة للوضع في ليبيا الآن وضع متأزم ونلاحظ ما يقع الآن في داخل ليبيا ترجمة نانسي قنقر